بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين درس هذا اليوم بعنوان أو هو درس الاعتبار والمتابع والشاهد نبدأ بهذا الدرس بتعريف كل منها ونبدأ بتعريف الاعتبار فنقول الاعتبار لغة مصدر اعتبر ومعنى الاعتبار النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها أما اصطلاحا فهو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيره أم لا تعريف المتابع ويسمى أيضا التابع لغة هو اسم فاعل من تابع بمعنى وافق أما اصطلاحا فهو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنا فقط مع الاتحاد في الصحابي تعريف الشاهد لغة اسم فاعل من الشهادة وسمي بذلك لأنه يشهد أن للحديث الفرد أصلا ويقويه كما يقوي الشاهد قول المدعي ويدعمه أما اصطلاحا فهو الحديث الذي يشارك في رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنا فقط مع الاختلاف في الصحابي ننبه على نقطة مهمة هنا وهي أن الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد ربما يتوهم شخص أن الاعتبار قسيم للتابع والشاهد لكن الأمر ليس كذلك وإنما الاعتبار هو هيئة التوصل إليهما هيئة التوصل إلى التابع أو الشاهد أي هو طريقة البحث والتفتيش عن التابع والشاهد هناك اصطلاح آخر للتابع والشاهد لكن الذي ذكرناه هو الذي عليه الأكثر وهو المشهور أما التعريف الآخر للتابع والشاهد فقالوا في تعريف التابع أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظ سواء اتحد الصحابي أو اختلف أما الشاهد فقالوا أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعنى سواء اتحد الصحابي أو اختلف هذا وقد يطلق اسم أحدهما على الآخر فيطلق اسم التابع على الشاهد كما يطلق اسم الشاهد على التابع والأمر سهل كما قال الحافظ ابن حجر لأن الهدف منهما واحد وهو تقوية الحديث بالعثور على رواية أخرى نبين الآن المقصود بالمتابعة فنقول في تعريفها لغة المتابعة مصدر تابعة بمعنى وافق فالمتابعة إذن الموافقة واصطلاحا أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث والمتابعة نوعان متابعة تامة وهي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء السند نذكر الآن مثال على المتابع وعلى الشاهد وهو ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فأقدروا له لكن بعد الاعتبار وجدنا للشافعي متابعة تامة ومتابعة قاصرة وشاهد أما المتابعة التامة فما رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة عفوا فما رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بالإسناد نفسه إذن عبد الله بن مسلمة تابع الشافعي الشافعي وعبد الله بن مسلمة روو الحديث عن مالك عن عبد الله بن دينار بالإسناد نفسه وفيه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين أما المتابع القاصرة فما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم ابن محمد عن أبيه محمد ابن زيد عن جده عبد الله ابن عمر فكملوا ثلاثين فالمتابعة هنا جاءت في أثناء السند وليس من بداية السند أما الشاهد فما رواه النسائي من رواية محمد ابن حنين عن ابن عباس في الحديث أولا وفي المتابعات كان عن ابن عمر هنا عن ابن عباس فلذلك تعتبر هذه الرواية رواية النسائي شاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم